أكد رئيس مجلس النوابة المستشار الدكتور حنفي جبالي على العلاقات التاريخية التي تربط مصر والإمارات على كافة الأصعدة والمستويات وخلال استقباله رئيس المجلس الوطني للتحدي الإماراتي سقر قباش استعرض المستشار جبالي الطفرة النوعية التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية خاصة في مجال الطرق وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في مصر بيئة واعدة كما أكد جبالي على تطبق المواقف المصرية الإماراتية إزاء القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين والحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية من جانبه شدد رئيس المجلس الوطني للتحدي الإماراتي على أن العلاقات الإماراتية المصرية ضاربة في جذور التاريخ مشيدا بالموقف المصري الصلب في وجه مخططات التهجير القسري للفلسطينيين ومنددا بالمعايير المزدوجة للمجتمع الدولي في تعامله مع تلك الأزمة